ضمن استراتيجيتها في تعزيز نفوذها والعمل على ترسيخ سيطرتها بشكل أكبر ثم تنتقال من مرحلة الانتشار إلى التسليح عبر التصنيع المحلي الذي تشير مصادر محلية إلى أن إيران باشرت عملية تصنيع راجمات للصواريخ بالقرب من مدينة الميادين بريفدير الزور الشرقي وذلك تحول كبير في الاستراتيجية العسكرية للميليشيات الإيرانية في المنطقة عملية التصنيع التي تشير المصادر أنها تتم في رحبة عسكرية بمنطقة المزارع في الميادين تعد أول عملية تصنيع للراجمات في المنطقة يديرها ويشرف عليها خبراء إيرانيون وعراقيون وتتم عملية التصنيع في منطقة عسكرية يحضر الوصول إليها إلا بإذن من قادة الميليشيات التي تمولها طهران ثم تفائدتان للإيرانيين وراء عمليات التصنيع في سوريا الأولى تتمثل بتقليل مخاطر استهداف الشحنات من العراق إلى سوريا وذلك أمر لطالما أقدمت إسرائيل على مراقبته وسعت للحد منه وأما الثاني وهو الأبرز والأهم عسكريا فيتمثل بسهولة نقل تلك الصواريخ إلى المحافظات السورية ومنها إلى حلفاء طهران في لبنان أمام عملية التصنيع المحلية وأمام التغير الاستراتيجي في الوجود الإيراني في سوريا كيف ستتعامل واشنطن وتل أبيب مع هذا التطور ولا سيما أنه يتم على مقربة من شرق الفرات حيث الوجود الأميركي الأكبر في سوريا